مرحبا وأهلا وسهلا فيكم من جديد اليوم رح نكتب غيكلماتسيونز بريف كل بساطة نحن اشترينا شيء من الانترنت او من اي شركة فهذا الشيء ما نسبنا لسبب من الاسباب ولازم نكتب رسالة استرجاع للشركة اللي اشترينا من هاد المنتج الاسم جاي من فعل غيكلميغن رح نكتب هاد البريف بكل بساطة اول شي عندنا نص الموضوع نص الموضوع زي هابن ام انترنت اين كمبيوتر جيكوفت هاد الحكيب يعاني زي هابن ام انترنت اين كمبيوتر جيكوفت انت اشتريت من الانترنت كمبيوتر هل سي دين كمبيوتر بيكمن هابن عندما وصلك الكمبيوتر هابن زي جميكت لاحظت انه انه لا يعمل جيدا انه لا يعمل جيدا اذا نص الموضوع معناته انه نحن اشترينا كمبيوتر من الانترنت و لما وصلنا الكمبيوتر لاحظنا ان الكمبيوتر ما يعمل مضبوط فيه عطل من الاعطال اكتب لشركة رسالة استرجاع او استبدال طبعا الطلبات اللازم اكتب فيها اول طلب سبب كتابي سبب كتابتك طلب الثاني احكي عن مشكلتك مشكلة اللي حصلت معك طلب الثالث دين كمبيوتر تسركشكن او دا غيباريغن اعادة ارسال كمبيوتر للشركة لازم نحكي شوي عن هذا الطلب مثلا لازم نرجع نرسل كمبيوتر للشركة غيباريغن اوخ يعني تصليح كمان طلب الرابع ام اين نوين كمبيوتر بيتن طلب كمبيوتر جديد اولا اغلب بكل ريكلماتيون بريف اول شي لازم تحكي على الاغلب عم يكون سبب الكتابة الشغل الثاني لازم تحكي عن المشكلة اللي واجهتك مع الجهاز مع الكتاب مع اي شي بدك ترجعه على الاغلب كمان عم يكون فيه طلب اعادة ارسال الشيء اذا لازم نرجع نرسل الشيء اللي بعطونا اياه للشركة نطلب مثلا التصليح نطلب التبديل نطلب كمبيوتر جديد قطعة جديدة اي شيء جديد والشغل الثاني الكتير مهم انه بالغيكلماتيون بريف باي رسالة استرجاع واستبدال في جمل كتير مستخدمة باي بريف نفس تماما نظام البشويدة بريف رسالة الشكوى نفس نظام رسالة مثلا بحث عن بيت فونونك زوخن رح نكتب الموضوع بطريقة كتير سهلة وبالتفصيل فاخليكم معنا رح نبدأ بالطلب الاول اللي هو سبب الكتابة متل ما حكينا وكل عادة عم يكون هذا اسهل طلب ليش هم ناخده من نص الموضوع نص الموضوع كتير عم يفيدنا بكتابة هذا الطلب رح نشوف كيف طبعا بالعربي شو لازم نكتب قبل اسبوعين شتريت كمبيوتر من عندكم من الانترنت عندما وصلني الكمبيوتر لاحظتوا انه لا يعمل بشكل جيد لذلك اكتب لكم طبعا عم نلاحظوا ان نفس نص الموضوع هذا الشي بسهل علينا كتير كتابة البريف والبداية فيه لان بكل بساطة لو بدنا من اول طلب نكتب شيء معقد وما بعرف شو ما رح يطلع معنا شيء منيح بالبريف طبعا نكتب هذا الحكي بالالماني قبل اسبوعين شتريت كمبيوتر من عندكم من الانترنت بكل بساطة طبعا قبل اسبوعين طبعا قبل اسبوعين من عندكم من الانترنت طبعا قبل اسبوعين شتريت كمبيوتر من عندكم من الانترنت عندما وصلني الكمبيوتر بكل بساطة ماذا كانت بنص الموضوع هذا شي كتير بسهل علينا بدلنا هون الضمير عندما استلمت الكمبيوتر عندما وصلني الكمبيوتر لاحظت أنه لا يعمل بشكل جيد لذلك أكتب لكم لذلك أكتب لكم لذلك لهذا السبب أكتب لكم بكل بساطة و بكل وضوح هذا كان طلب الأول طلب الثاني لدينا إباقية بروبليم أتسلم إباقية بروبليم أتسلم تحدث عن مشكلتك لازم نحكي عن المشكلة التي تواجهنا بالكمبيوتر بكل بساطة نخترع شيء مشكلة مثلا لاحظت أن الشاشة لا تعمل عندما أشغل الكمبيوتر تبقى الشاشة سوداء وأيضا الكمبيوتر لا يعمل بشكل سريع يعني لا يقلع بشكل سريع أو شيء يعني أنه مشكلتين مثلا حكينا عن مشكلتين لاحظوا أن الشاشة لا تعمل بالألمانية يعني إش هاب فست جشتلت إش هاب فست جشتلت لاحظت لاحظت إعتقدت فكرت كلها بديجي بعض جملة إش هاب فست جشتل داس أن لاحظت أن الشاشة لا تعمل إذا يعني أشاشة عندما أشغل الكمبيوتر إذاً الفعل تستخدم الأدوات الكهربائية بمعنى أنه يشغل تبقى الشاشة سوداء بكل بساطة بلايبت نفسها بلايبت 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 تبقى بلايبت الشاشة ونشرح بلايبت كمان عزر ثاني وعلى الكهربائية لا يعمل بشكل سريع بمرحلة الإقلاع أو هكذا أوخ 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 أيضا الكهربائي أوخ فالفعل هوخ فارن هي مرحلة الإقلاع بالكهربائي مثلا كمبيوتر ليس يقلع بشكل سريع أو بشكل كثير سريع يعني معناته هو بطيء أو في مشكلة فنحاول نختار مشاكل بالكمبيوتر نكون نعرف نحكي عنها مثلا الشاشة لازم نعرف شو اسمها تشغيل شو معنات تشغيل مثلا مثلا إيشها فيس قشلت لاحظت وهيك شي عنا الطلب الثالث اللي هو الدين كمبيوتر تسروك شيكن ودغي بغير إعادة إرسال كمبيوتر أو إصلاح فبهذا الطلب نكتب لهذا السبب لأي سبب السبب اللي حكينا عنه المشكلة إنه الشاشة ما عم تشتغيل والكمبيوتر عم يطول الإقلاع وهيك لهذا السبب أريدوا إعادة إرسال كمبيوتر والشاشة بكل بساطة أقمل أنه يمكنكم إصلاح الكمبيوتر بسرعة إذن هيك حكينا عن إعادة إرسال وحكينا عن إصلاح بكل بساطة جملة جملة على الماشية ما في داعي إنه كتير مشان ما يرتكب أخطاء أكتر إذن لهذا السبب أريد إعادة إرسال كمبيوتر والشاشة إذن لهذا السبب أريدوا إعادة إرسال كمبيوتر والشاشة بكل بساطة أقمل أنه يمكنكم إصلاح الكمبيوتر بسرعة أقمل أتمنى إذن الفعل اللي مستخدمه إش هوفه إش هوفه أنا أتمنى أنا أقمل أنه كمان هذا الفعل بيجي بعضه داس جملة داس مثل ما حكينا نبن زاتس الفعل بيجي آخر شيء إذن إش هوفه داس سي دين كمبيوتر شنيل غيباررن كنن إش هوفه أنا أتمنى داس سي دين كمبيوتر شنيل غيباررن كنن أنه و بإمكانكم إصلاح الكمبيوتر بشكل سريع وصلنا للطلب الأخير اللي هو أم أين نوين كمبيوتر بيتن أم أين نوين كمبيوتر بيتن طلب كمبيوتر جديد طبعاً إذا كان ذلك غير ممكن بالعربي إذا كان ذلك غير ممكن شو هو الإصلاح لأن أول شيء حكينا عن الإصلاح في حال أنه ما ضبط الإصلاح فرح نطلب كمبيوتر جديد إذا كان ذلك غير ممكن أطلب من حضرتكم إرسال كمبيوتر جديد إلي بأسرع ما يمكن لأنني بالفعل قد دفعت التكاليف شكراً لتفاهمكم إذا كان ذلك غير ممكن بالألماني يعني إذا كان ذلك غير ممكن إذا كان ذلك غير ممكن إذا كان ذلك غير ممكن أطلب من حضرتكم إرسال كمبيوتر جديد إلي بأسرع ما يمكن إذا كان ذلك غير ممكن بأسرع ما يمكن إذا كان ذلك غير ممكن لأنني بالفعل قد دفعت التكاليف لأنني بالفعل قد دفعت التكاليف شكراً لتفاهمكم شكراً على تفاهمكم الموضوع وصلنا لآخر فقرة وجمعنا الأفكار كلها صارت عنا على شكل موضوع رح نقرأو شكراً لديكم ورحمة الله بلين 18.02.2018 طبعاً ممنساً عنو المكان والتاريخ مبلش من هون كوما مبلش بحرف سغير ممنساً رح اقرأ شوي شوي ي الحديث وزور went أراها انني حالت أراها أجب أن حد pulع لا ي management حالتي أنني يا لأن الشيء لا يعمل. لن العظيم إذا نظر إلى الشيء، هذا الشيء يزيل. ومن يبدو الملكناقبات ليست جداً لهم. لذلك أريد أن الجيء يرني الآن في الملكناقباتي. جيداً يجب أن يكون السيقائي الأقرار بها. وإذا كنت كتبنا الموضوع بكل بساطة وهذا الموضوع مثل ما هو موجود بالدسكريبشن بأسفل الفيديو وإذا استفدتم عملوا لايك للفيديو وكتبوا لي بالتعليقات عن أفكار ممكن أعمل فيديوهات عنها بالتوفيق لكم شكرا على المتابعة